هذا وجه جمع العشرات في مدينة الزيورخ السويسرية أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للمطالبة بنزع حق قطر في استضافة كأس العالم عام 2022 وللتنديد بالدعم القطري للإرهاب وردد المجتمعون هتفات تطالب بالتحرك الفوري للاتحاد الدولي لكرة القدم لسحب استضافة قطر لتنظيم نهائية كأس العالم عام 2022 وإجراء تحقيق لشبه الفساد الكثيرة التي تشوب هذا الملف المثير للجدل كما طالب المتظاهرون الاتحاد الدولي بمحاسبة قطر على الاختباء خلف الرياضة لتنفيذ أجندتها الخبيثة في المنطقة المتمثلة في دعم الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ونشر الفوضى في العالم